السلام عليكم أخوتي كديرين لبس عليكم أنا جيت كالناشد لكم من هذا المينبار لأنني السيدة التي تعرضت لهذا النصب والاستغلال في نفس الوقت لأنني تنصب علي بطريقة جهنمية وزيدة لهذا أنني تستغلت يعني تستغلت دراع ديالي تستغلت مدة عام ونصف تقريبا ونضرب فتاة مرة فتاة المحل سأعود لكم القصة من الأول كيف يجب علي هذا النصب والأحتيال المهمة السيدة التي نصب عليها والبنته قال لي أن سيبيع لي المتاريات هذا الرستور لأن هذا قبل كنت أدركت فيها مجرد ونبدأ بأننا نتعاونه ونضمن بناتنا أنا والخدامة لأن هذه الخدامة التي أمعها أصلاً لقيت ثلاثة الخدامة كانوا معها السيد نيت ونحن نعمل هذا الرستور قبل كورونا ونحن معه ونحن نتعاونه ونعملهم ونبدأنا نعمل ونحن نعمل ونحن نعمل ونحن نحلل طريق كورونا ونحن نعمل طريق كازا وإجاد ونحن نرجع ونحن نعمل والسافي ونقول أن لهم لا يوجد مشكلة ونحن نعمل ونبدأ لك ونقول أن كانت شهرين كورونا كامل وكيف قال لي أن يأتي شريكي و سيكتب لك عقد السير قال لي أنه ليس مشكلة قال لي أنه أعطينا ثلاث شهر ثلاث شهر قال لي أنه يوجد الظروف وموت قال لي أنه يقرأ لك أحدهم قال لي أنه يقول لي أنه يبقى لي أن تبقى لي وماذا يشير عندي بشهود وليس يشاهدون وليس يشيرون ليس يشيرون وليس يشيرون لدي تقريبا سبعة شهود يشاهدون على هذا الكلام الذي يقولون فأنا لم يكن أتبع لي أن أفتحي حجرة اليوم وغدى أخر يجب أن يأتي لك أخرى وأن أعطينا ثلاث شهر أخرى ونحن نجدرون لكم هذا ونجدرون لكم تسييركم ونرى المحل لكم ونجدرون لكم نحن نعطينا ثلاثة الجحيم عاماً الشهود ونجدرون الملكة المتراكم على هذه المنيون الأنص و أخذت ابنته 6 مليون أخذت ابنته في وكالة بانكية اعتمد اسمتهم، اعتمد موظفين البانكرة شهده عند البوليس شهده في صالحه و شهده عليها بسميته وكنيته وكل شيء المهم ما علينا هو شهده 6 مليون و زاد هنا جاندي المحل رشد الكاميرا و شهادة الخدام أعطيته لجوش المليون يعني وصل ما بالموضة و الفلوس اللي ده و الفلوس اللي ده البنت 9 مليون و نصف اللي ده و بقيت كل مرة كنقول لي فين انت قد نكتب العقد حتى إذا كانت تفاجئ جالي السيد اللي كاتب معه العقد من السير يقول لي يا الله هذا الشيء كامل ماشي ديالي أنا، هو ما عنده شيء وهو غير مسير مني كنقول لي هنا رجع لي فلوسي أشغل معنا؟ يقول لي ما عندكم والو ضربوا الباب بقى هكوك أنا راني مريض في السرطان أرى هكوك يخبر علينا جاءت بنتك تهددنا هنا أرى همشيت حطيت لها هذا عند الشيكية عند الفلوس و درت الشيكية للوكيل المالك جاءتك تقول الخدامة جمعة قلعكم من هنا خرجوه خويه و لينا أرى هم المحل ديالي أنا حقتشاني شد الوكالة من عند الباب إيوه نحن بقينا و كنا مني درت الشيكية عند الوكيل المالك و هذا الشي عند جلالة وكيل المالك صيفتها كانت أنهم يجاوبوني يدروا يجاوبوني كانت تابعة الشيكية فإذا كانت أفاد دخلها لرمضان يأتي يقطع لنا الدولة و يشردنا و أخذني الخسارات خدمة ذلك النار سبعة نجرات لي أنا مطيبة أخذهم لي هنا و ضاعوا لي و الدراري كلهم مساكل معاولين على فلوس العواشر و معاولين يفرحوا لديهم فد العواشر و يخدموا فد العواشر و هؤلاء شردهم كاملين شرد ثلاثة العيالات و ثلاثة الدراري أشندر بهم و أشندر بيئاني اللي بشكل فلوسي و ضربتها مارا احتطت و في اللخر يدعي هذا الحالة هذا رمكي بغال الله و للعب أنا كنت طلب من الناس المسؤولين توقف معايا أنا بغيت غير حق نازيه أنا عندي شهود يعني ماشي شو حدي اللي براهل شو لا راه ناس بخداميهم هم اللي شاهدين على الفلوسة الطعقات و شاهدين على هذا الكلام و السوصار اللي جابه و بليد اللي علاقنا به انت هو راكين انت هو يشهد يعني يقولوا غير كلام الحق ما يقولوا اكتشي حاجة اللي مكينة و اش نظاركم أخوتي هذا هو الدوزان من حق السيد مصدر يحيد لنا الظلمة ما جاب لي ورقة من عنده جلالة وكيل المالك ما جاب لي ورقة من عنده قيد ما تشي حاجة جادار شرعيه ما هذه بلاد سيبا نعرفها ما هذا الشيء اللي بغي درشي حاجة ذلك يعني اني بغي يجي يدخل شي واحد يخدمه يخدمه يقول له سيرسير و مضيعيننا كنت اخدمه و اعطيه فلوس بشاهدة و اعطيها له باسمتهم الشيكات عندي ارقان الشيكات كنت اعطيه فلوس كي يتخلصوا و اخلصوا الضوء المدياني يعني وما مدكرارين لا ثلاثة ناس قلت انا ثلاثة ناس قبل مني خدامين دارمين معاو كيتسالوها وما باقين معي الان ما مدكرارين لا ثلاثة ناس وش مشي حشومة وش مشي الضوء هذا الشيء الله يعطيه السر اللي نصفوني انا بغيت نصف قانونيا ما يطلب حقي قانوني ما يطلب شيئا من عند مواطن انا الحمدلله ما ادرت هذا الخدمة انا بغيت كرامة يجب ان نخدم بكرامتي وقد نخدم بدراعي وقد نخدم هذه الناس لا يمدوا يديهم لا يتعرضوش يبداوا تسنة وشي حد ي عيلهم وما كيعيلوا نفسهم وكيعيلوا والديهم يعني احنا ما نطالب احنا الدولة تطلب مننا ان نحدهم ومن المنطقة الذي سيطعه، سنعتمد على رسولنا ولكن أحدهم أخرين لا يضعوا نصابها لا يدعون هذا العلاقين بحلبك يطلب من دولة حيادات النصابة من طريق دولة فلوسنا وشدوا فلوسنا نحن نستعدين نضعوا أكرار نحن 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 نعم بحل عباد الله ونحضموا بدراعنا لا يستعدون مرضاً ولكن يشد لنا فلوسنا ويضحك علينا ويخرجنا الباب ويستخدمنا عمون سواء نحضم بدراعي لا 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 يستعدوا قليلاً عمون بحليه سيكون قادرون ناحية أنني سوف يأثق ونصابه ونحن نوعب من حياتي لا 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 أراح لنا فكل أحد ضعت من حياتي فما يتضرب ومنهم سربايا منهم يأخرون الميناج ويكي تسخرون ككل شيء لا 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 فلديهم ما يستعدوا فلديهم ما ينصف الله يعطىكم أنا أريد أن ينصفني أريد أن ينصف عدلي أريد استشارة قانونية التي تكون في صالحي أريد أن أريد أن يكون قانوني أن يكون في صالحي هذه السيدة التي شدت لي خمسة شكاتها ومشت دارت رسميته للمشروعها دارة مدارسة لشغلها وأنا أريد أن أرزقنا رعيب وعار ما هذا؟ لماذا تكون لنا شغل؟ لماذا؟ أرسلت أن أخيراً للمسؤوليني؟ هذا المسؤولين أنا أريد أن ينصف أن يجعلوني تخريجة قانونية ليس لدينا أخرى هذا المال ليس لدينا أحد أملكت هذه الناس لدينا أضع وقتهم هذا المال أهدي ولدينا أولئتي ولكن أهد روض وعشرة ومخصومة استفادة هذا رمضان هذا رمضان شهر الغفران وشهر التسامح وشهر التضامن نحن جابونا تلد رمضان وحيدوني نقطع علينا الضلمة ولم يجعلوني نخدمه بأشمل حق هذا